بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه أحباه في الله حياتكم الله نتمنى أن تكونوا إن شاء الله في تمام الصحة وعافية أهلا بكم في قناة من التنجي نبدأ معكم في هذا الضصح حول كيفية حضر الإعلانات من الهاتف نيائيا بدقطة واحدة وقد تكلمت عن هذا الموضوع في أحد الفيديوهات وكله شغاله وقد نارس إعجاب عديد من المسابيع في القناة وهي شغالة 100% بإمكانكم أن تقتلوا أي الطريقة المناسبة لكم وقد أرسل لكم روابط الفيديوه منها روابط حضر مواقع إباحية من الهاتف النهائية وكذلك حضر إعلانات المزعجة في الهاتف نهائيا بدون استعمال أي تطويق أما اليوم فأمر مختلف سوف أوليك طريقة تمكنك من حضر أي إعلان في الهاتف نهائيا بدون استعمال أي تطويق قبل أن ندخل في شرح هذا الموضوع نبقى مع هذا الإنترو ثم نعود إليكم بعد الفاصل عندما أقوم بالدخول إلى أي تطبيق في الهاتف يظهر مع إعلان لاحظوا معي سوف أقوم بالدخول إلى القرآن الكريم ثم شاهدوا معي لاحظتم؟ يعني بالصراحة تطبيق القرآن الكريم يظهر في إعلان مزعج وخصوصا كتاب الله نقوم بالخروج ثم نختار تطبيق الثاني للقرآن الكريم ثم شاهدوا معي لاحظتم؟ عندما تقوم بالدخول إلى تطبيقات ليس تطبيق أخرى من أي تطبيق عندما أقوم بالدخول إليه يظهر مع إعلان في داخل التطبيق نقوم بالخروج من التطبيق ثم نذهب إلى تطبيق آخر لقرآن الكريم ثم شاهدوا معي في أسفل الشاشة لاحظتم؟ نختار تطبيق آخر نقوم مثلا إلى تطبيق ملفات لاحظوا معي ثم يظهر معي إعلان في هذا المكان الآن لتخرص من هذه المشكلة سأوليكم طريقة بدقطة واحدة تمكنكم من حضر أي إعلان في الهاتف نهائيا بدون استعماء أي تطبيق كل معلك والذهاب إلى إعلانات الهاتف الخاصة بك ثم الذهاب إلى محرك البحث في هذا المكان ونكتب هذه الكلمة DNS بعدين نظهر معنا هذا الخيار أو بإمكانكم الذهاب إلى شبكة الانترنت في هذا المكان نقوم بالضغط عليها ثم البحث عن وضع الـ DNS الخاص الآن سوف نقوم بالضغط على وضع الـ DNS الخاص أو بإمكانكم الذهاب إلى محرك البحث ثم أكتبه DNS الخاص نقوم بكتابة DNS ثم يظهر معكم هذا الخيار نقوم بالضغط علي بعدين نظهر معكم في المكان الذي شرحناه سابقا وضع الـ DNS الخاص نقوم بالضغط عليه ثم نقوم بالنزول إلى اسم مضيف مزود DNS في هذا المكان بعدين نظهر معكم هذه الألقام نقوم بالمحو هذه الألقام ثم نقوم بإدفع هذا الرابط أوليا بعدين نقوم بالضغط على حفظ الآن سوف أقوم بالداب إلى مصطفح القرآن الكريم الذي يحتوي على إعلان سوف نقوم بالمحو هذه البرامج التي قمنا بالدخول إلى سابقا ثم أشاهد معي أرفق سوف نقوم بالداب إلى التطبيق على القرآن الكريم الذي يحتوي على إعلانات ثم شاهد معي أرفق لن يظهر معك إعلان في أسفل التطبيق ثم نقوم بإختيار تطبيق آخر لقرآن الكريم نقوم بالنزول إلى الشيء لن يظهر معك الإعلان في أسفل التطبيق نقوم بالنزول إلى التطبيق الأخير لقرآن الكريم يعني بإمكانك أن تقوم بالدهم إلى أي تطبيق أو الدخول إلى أي تطبيق ولن يظهر معك الإعلان في داخل التطبيق سوف نقوم بالدعم الإعلانات في أسفل التطبيقات أو في المواقع نقوم بالدهاب إلى تطبيق ملفات ثم شاهد معي لن يظهر معه إعلان في داخل التطبيق سنقوم الدهب إلى وضع الدين النس خاص الذي قمنا في إدابة ذلك الرابط ثم نقوم الدهب إلى وضع الدين النس خاص ثم نقوم إلغاء هذه الخاصية ونشاهد هل سوف استدرعم consolidation في داخل تتطبيقات نقوم الحبل ثم نقوم بالسهول إلى التطبيقات للقرآن الكريم ونشاهد هل سوف استدرع على perceives في داخل تلك التطبيقات نختبر التطبيق الأول لقرآن الكريم ثم نشاهد لاحظتم نختار التطبيق الثاني للقرآن الكريم لاحظتم على الناس المزعجة للغاية وكذلك على الناس غير لائقة وللتحتوي على صور إباحية في التطبيق للقرآن الكريم لأسف الشديد على الناس الغير لائقة تظهر معك في التطبيقات للقرآن الكريم نقوم بالداب إلى تطبيق آخر للقرآن الكريم ثم نشاهد معي الفقر لنضبط م 그렇죠. ومثلا ، المشكلة في짜 أنك عندما تطيق الى تطبيق القرآن الكريم تذرق مع علانات جيدة humorية والتي تحتوي على صور الإباحية في داخل تطبيق القرآن الكريم نضغط الصور إباحية للأسف الشديد نقوم بغسية تطبيق آخر سأقوم بتطبيق هذا التطبيق ثم شاهدوا معي اعلان في داخل التطبيق ولكننا نتخلص من هذا الإعلان فقط بدغطة واحدة فقط بالذهاب إلى المكان الذي قمنا بإضافة ذلك الرابط ووضع الدنيا الخاص ثم نقوم بتفعيل هذا الرابط ثم نقوم بتطبيق ثم نقوم بتطبيق ثم نقوم بتطبيق ثم نراحل معي لن تجد أي إعلان في داخل هذا التطبيق ثم الذهاب إلى تطبيق تشغيل الملفات لقد اختفى الإعلان في داخل التطبيق الآن سنمر إلى الخيار الأخير وهو وضع الدنيا الخاص هذا الخيار الغير موجود في بعض الهواتف لأن هناك بعض التعليقات جاءتني حول هذا الخيار هذا الخيار الغير موجود في بعض الهواتف الاندرويد إليك الطريقة السهلة التي سوف تمكنك من إظهار هاتف الخاصية في هاتفك كل ما عليك هو أن تقوم بتحميل هذا التطبيق هذا التطبيق هذا التطبيق هو عبارة عن إظهار بعض إعادات المخفية في هاتفك نقوم بالضغط على ثم يدر معنا بهذا الشكل الآن سوف نقوم بإعطاء استراحية الدخول إلى إعادات الهاتف الخاصة بنا نقوم بالضغط على ثم يدر معنا بهذه الوجهة كل ما عليك هو أن تقوم بالذهاب إلى هذا الخيار نقوم بالضغط عليه بعدين سوف يدر معك وضع الدنيا الخاص في هاتفك على السمسل هذا الخيار عندي موجود في هاتف هذا الخيار ليس عندك موجود في هاتفك يمكنك أن تقوم بالذهاب إلى هذا التطبيق وهو التطبيق الوحيد الذي سوف يظهر لك هاتف الخاصية في هاتفك اسم التطبيق هو هيدينستانك تطبيق رائع جدا يمكنك من إظهار بعض الهاتف المخفية في هاتفك نقوم بالضغط عليه ثم يدر معنا بهذه البشر ثم تقوم بالذهاب إلى هذا الخيار وتقوم بالضغط عليه بعدين سوف يدر معك وضع الدنيا الخاص في هاتفك ثم تقوم بالدخول إليه بعدين تقوم بتفعيله إلى اسم مضيف مساول الدنيا الخاص في الخيار ثم تقوم بإضافة هذا الرابط الذي سوف أترك لكم في أول التعليق بعدين تضغط على حفظ وبهذه الطريقة نقوم وضعا للإعناس من التطبيقات في الهاتف نهائيا بدون استعمال أي تطبيق طريقة ممتازة تمكنكم من حضر إعناس نهائيا إذا لم تنجح معك هذه الطريقة التي جرحت لك عبر هذا التطبيق فأنصحك بالذهاب إلى الروابط التي تركتها لك في صندوق الوصل وشغال مئة في مئة من حيث حضر أي موقع إباحي من الهاتف نهائيا أو من حيث حضر أي إعلان من التطبيقات أو من أي موقع نهائيا بدون استعمال أي تطبيقات أتمنى أن تكون الفكرة واضحة أتمنى أن تصبحوا على المزيز وإعجاب واشتراك بالخناة لكي يصلكم إن شاء الله كل جديد وإلى فيديو آخر إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته